في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق الأمن الشامل وبمنهجية عصرية تؤدي الشرطة النسائية الأدوار والواجبات الأمنية المنوطة بها ضمن منظومة أمنية متكاملة وتأسيسا على ذلك جاءت مشاركات سرية تدخل سريع من الشرطة النسائية في مراحل تمرين أمن الخليج العربي واحد شهدت فرضيات تمرين أمن الخليج العربي واحدة التي تمثل جميع دول مجلس التعاون الخليجي تدريبات لسرية التدخل السريع النسائية من الشرطة البحرينية السرية النسائية تشارك بعدد من العناصر ذات الكفاءة والأداء الأمني الاحترافي واللاء أثبتنا قدرة كبيرة على التحمل وتلقينا تدريبات أمنية مكثفة ودورة تأسيسية في مجال مكافحة الإرهاب سرية التدخل السريع النسائية هي جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية ومنوطة بتنفيذ مهام وواجبات محددة مشاركة السرية في تمرين أمن الخليج العربي واحد تأتي ضمن هذا الإطار حضورنا يستهدف التأكيد على درجة الكفاءة والاستعداد والجاهزية الأمنية التي تتمتع فيها الشرطة النسائية في مجال مكافحة الإرهاب تشمل التدريبات النسائية الرماية على مختلف أنواع الأسلحة والآليات كذلك كيفية التصدي للعناصر الإرهابية تأسست سرية التدخل السريع النسائية في مطلع عام 2013 ميلادية بإمكانياتها الاحترافية العالية لكن طبعا تاريخ الشرطة النسائية يعود للقرن الماضي وبالتحديد عام 1970 ميلادية لذلك نحرص على أن تكون مشاركتنا في التمرين متوافقة مع التاريخ العريق ومع الدعم والأسناد التي تلقاها السرية من سيدي معالي وزير الداخلية لتنفيذ المهام والواجبات الأمنية بالصورة المطلوبة يشار إلى أن سرية التدخل السريع البحرينية تعد المشاركة الخليجية النسائية الوحيدة في أمن الخليج العربي واحد لكن الآمال والتطلعات تتجه نحو مزيد من تبادل الخبرات عبر مجموعة من البرامج التدريبية الخاصة في الفترة المقبلة